أهلاً وسهلاً بكم أعزائينا الطلبة في هذا الدرس من دروس الجيوجابرا في هذا الدرس سنقوم بحساب مساحة الشكل السباعي أو المسبع فنأتي إلى هنا نختار regular polygon ونختار مثلاً طول الضلع مثلاً نبدأ من عند أي نقطة على سبيل المثال من نقطة المركزية الصفر ولنختار على سبيل المثال طول الضلع خمسة ونختار هنا عدد الأضلاع أو vertices سبعة فيعطينا هذا الشكل طبعاً هذا الشكل نحن نعلم بأن طول الضلع هو خمسة لحساب مساحته من خلال جيوجابرا بكل بساطة نأتي إلى هنا ونختار area ونضغط على الشكل فيعطينا بأن area هي 90.85 وحدة قياسية مربعة فلو كانت مليمتر فستصبح لدينا 90.85 مليمتر تربيع إنش إنش تربيع وهكذا لمن يريد أن يحسبها من خلال تطبيق مثلاً القانون نأتي إلى جوجل على سبيل المثال ونكتب مثلاً هذا وفورمولا فيعطينا هذا القانون هذا القانون يقول لنا ماذا؟ سبعة على أربعة في طول الضلع بمضروب بنفسه ومن ثم بكتان 180 على سبعة طبعاً الكتان هي واحد على تان فهنا تصبح لدينا ماذا؟ تصبح لدينا واحد على تان 180 على سبعة لمن لا يمتلك مثلاً الكماند أو الخيار كتان فهنا نأتي إلى الآلة الحاسبة قلنا بأن طول الضلع هو ماذا؟ هو خمسة فنأتي إلى الآلة الحاسبة نقوم بضرب هذا الشيء سبعة قسمة أربعة ومن ثم نغلق القوس ونضربه بطول الضلع بنفسه طول الضلع هو خمسة بنفسه هذا ومن ثم نضربه بماذا؟ هنا نفتح القوس واحد على تان لأننا قلنا بأن الكتان هو واحد على تان تان والتان هنا ماذا؟ 180 قسمة سبعة طبعاً هنا يجب أن أريد أن أريكم ما الذي سيحصل أولاً سيعطينا هذه القيمة 66.55 تختلف عن هنا قد يتسأل البعض ماذا؟ هل نحن كتبنا القيمة خطأ؟ لا لم تكتبوا القيمة خطأ ولكن الآلة الحاسبة تأخذ الزاوية هذا بالرديان وليس بالدقري هذا ما أردت أن أوضحه لكم هنا فنأتي مجدداً هنا نختار البود هنا على سبيل المثال هنا بالرديان لو رأيناه نختار مثلاً دقري الآن لو أتينا إلى الصفحة الرئيسية فهنا مثلاً لو كتبنا مثلاً ساين تسعون سيعطينا واحد لأنه بالدقري الآن لو كتبناها مجدداً سبعة قسمة أربعة مبروبة بخمسة تربيع مبروبة بواحد قسمة تان والتان هنا مئة وثوانون قسمة سبعة نغلق القوس ونغلق القوس بالنسبة لهذا وستعطينا من المفترض هذه القيمة تسعون فاصلة ثمانية خمسة تسعون فاصلة ثمانية أربعة سبعة تقريب لرقمين فاصلة ثمانية خمسة هنا نتأكد أكثر خمسة هذه القيمة لمن يريد أن يجزء المسألة من خلال الجيوجابرة يستطيع فعل ذلك بتقسيم الشكل مثلاً هنا نستطيع أن نرى ماذا هنا مثلث تساوي الساقين ماذا أيضاً؟ هنا مثلث متساوي الساقين هذا نستطيع أيضاً أن نرى هنا مثلث وهنا أيضاً مثلث مثلث أيضاً لدينا هنا أيضاً مثلث هذا فيوجد لدينا ماذا هنا؟ مثلثين متساويين متساوي الساقين وهنا أيضاً مثلثين متساويين وغير متساوي الأضلع وهنا مثلث متساوي الساقين وقيمة قاعدته وقيمة الضلع الواحد للشكل السواعي فهنا نأتي إلى الاريا هذا 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 مجموح هذه الاريا تعطينا هذا للتأكل أكثر هنا تسع فاصيل سبع 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 في 2 لأنه يوجد لدينا اثنين هنا زائداً واحدになar 9.97 في mankind لأنه يوجد للدينا اثنين هنا زائداً سبع وعشرون فاصلة ثلاثة ثمانية وتعطينا نفس القيمة تسعون فاصلة ثمانية أربعة لماذا تقريب لأن هنا تقريب بعد السبع سبع مادة بعد الثمانية مادة بعد السبع سبع مادة تسع ستة مادة هذه تقريبات فعطتنا هنا في النهاية في error بسيط كان من المفترض أن تعطينا 90.85 فنسبة الخطأ ماذا هنا 90.85 ناقصا 90.84 هذه هي نسبة الخطأ point zero one كأبسليوت ما بينهما هناك أيضا طريقة أخرى من خلال الزوايا مثلا hyptagon نأتي إلى الويكبيديا مثلا هذا الشكل لو رأينا هنا فلنفتحه هنا ولنرى أيضا هنا كتقريب إلى المساحة هنا three point six three four مضروبة بخمسة هنا كم طوله خمسة تربيع طبعا هذا تقريب جواب تقريبي كما نراه هنا طبعا هذا الذي استخدمنا سابقا هنا بالرديان باي على سبعة أو 180 على سبعة فهنا تعطينا هذه القيمة جدا جدا دقيقة 90.25 فقط كتابة هذه القيمة هنا أيضا من خلال الشكل نستطيع أن نحصل على الكثير من الأشياء أولا 360 درجة قسمة سبعة تعطينا 51 وهذه القيمة ثلاثة على سبعة 360 درجة قسمة سبعة أقسام تعطينا هذا طبعا هنا نستطيع أن نجد على سبيل المثال هنا لو أخذنا هذا مثلث متساوي الساقين لو مدينا مثلا هنا ضلع هذا أي ارتفاع المثلث فنستطيع أن نجد طول هذا الضلع لأننا نعلم هذه القيمة فهذا الضلع سنستطيع أن نحصل عليه كيف أولا نستطيع أن نحصل على الواتر من خلال نصف طول الضلع للسباعي مع الزاوية هنا لأن هذا الواتر يساوي لنا نصف الطول الضلع في ساين نصف هذه الزاوية ومن ثم نحصل على الواتر ومن الواتر نحصل على الارتفاع ومن ثم نقوم بحساب مثلث واحد أي هذا المثلث قائم الزاوية نضربه بنفسه نحصل على مساحة هذا المثلث ومن ثم نضرب مساحة هذا المثلث بسبعة هذا أيضا من ضمن الخيارات الطويلة ولكن إن كان يريد المدرس أو الأستاذ أن يختبركم فهذه من ضمن الخيارات هناك خيارات عدة لحساب مساحة الشكل السباعي ومن خلال جيوجبرا هي فقط ضغطة أزرار كما رأيناه هنا إذن هذا كل ما في الدرس شكرا لكم أعزائي ونبقاكم إن شاء الله في الدروس القادمة في أمان الله تعالى